سبحان الله العظيم ابن تيمية الله يرحمه له السنبات دقيق جدا وفي غاية الروعة في قول الله سبحانه وتعالى ايه الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاذبتوا واذكروا الله كل من طلعت أحيانا أحد المعاني المستنبضة من هذه الآية كل من طلعت كلامه حول هذه القضية ستجد أنه يحدثك عن الثبات وأن أحد أسباب الثبات هو كثرة ذكر الله أو ذكر ربك جل وحلا ابن تيمية له معنى أعمق وأدق وهو أن الله عز وجل أمر بذكره في هذا الموطن ليس لأجل الثبات فحسب وإنما أنت في حال المسايفة والقتال ترجو سلامتك ومنشغلا بعافيتك أصلا أنت في هذه اللحظة أنت ملتهي عن كل أحد إلا عن نفسك فأراد الله في هذه الساعة التي غاب فيها عنك كل أحد أن يكون الرب جل وعلا في نفسك أعمى من نفسك في اللحظة التي ترى فيها أجساد الرجال تتساقط على الأرض والأرض تشرب من دمائهم أراد الله لك أن تذكره حتى يبقى عظيما في داخلك إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله هذا المعنى التيمي الله يرحمه معنى عجيب جدا يشعرك النوهم لا تستطيع أن تنفك عن هذه العبودية نعم